جدل مصري أمريكي حول حرية الإعلام في مصر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري عبر عن قلق فعلي لدى الإدارة الأمريكية حيال المصار الذي تسلكه مصر لكنه أضاف أنه ما زال هناك وقت لتحقيق وعود ثورة 2011 كلام كيري جاء بعد يوم من تصريحات الخارجية الأمريكية بشأن استدعاء النيابة العامة المصرية للإعلامي باسم يوسف للنظر في البلاغ المقدم ضده من قبل أحد المواطنين الأمر الذي دفع وزارة الخارجية المصرية إلى الرد بأن حرية التعبير في وسائل الإعلام المصرية تعد أحد أهم مكتسبات ثورة يناير والتي كفلها الدستور مؤكدة على استقلالية القضاء المصري والتزام الحكومة المصرية بعدم التدخل في القضايا المنظورة أمامه أو التعليق عليها الرئاسة المصرية نأت بنفسها عن قضية ملاحقة الإعلاميين وقالت إن من حق النيابة العامة استدعاء أي مصري ولو كان مشهورا الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أنظرت قبل ذلك شركة المستقبل للقنوات الفضائية والإذاعية التي تبث قنوات سي بي سي بي سي بوقف برنامج البرنامج الذي يقدمه باسم يوسف وحذرتها من سحب ترخيص القناة وإغلاقها إذا استمر عرض البرنامج بنفس سياسته الحالية الجدل انتقل إلى موقع التواصل الاجتماعي تويتر حيث أعلنت الصفارة الأمريكية في القاهرة على صفحتها أنها نزلت حلقة جون ستيورت الداعمة لباسم يوسف الرئاسة المصرية أبدت انزعاجها على صفحتها في تويتر واعتبرت ما قامت به الصفارة غير لائق لهايئة دبلوماسية فما كان من باسم يوسف نفسه إلا أن تدخل ليهد النفوس على تويتر أيضا بعبارة يا جدعان صلوا عن نبي ده مهما كان عشه فراولة في إشارة إلى الاستعداد الأمريكي لاستيراد الفراولة المصرية لدعم الاقتصاد في غضون ذلك أحال النائب العام المستشار طلعت عبدالله بلاغا يتهم الإعلامي جابر القرموتي مقدم برنامج منشات على قناة أو أن تي في وشيماء أبو الخير مستشارة اللجنة الدولية لحماية حقوق الصحفيين إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في تهمة تكدير السلم العام حسين الطاود العربية